قام رئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية للكلية الحربية رفقه خلالها الفريق أول محمد زكي القياد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وخلال الجولة هنأ الرئيس السيسي طلب الخارجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية والوقوف على مقترح هيئة الزي الجديد لطلبة الأكاديمية كما عقد رئيس السيسي لقاء مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس حيث استمع لآراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضايا والموضوعات واستعرض رئيس السيسي موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط مؤكدا موقف مصر الثابتة في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي كما تناول رئيس السيسي جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة مشيرا إلى أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري هذا وقام رئيس السيسي بتحية المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء توجهه لتفقد الكلية الحربية